بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة اليوم سنتأمل حلقة جديدة من سلسلة العلم اللدني لدينا سؤال حير العلماء قديما وحديثا ماذا عن سيدنا الخضر؟ هل هو نبي أم عبد صالح؟ لا يمكن أن يكون نبيا طبعا العلماء اختلفوا المفسرين منهم من قال هو نبي منهم من قال هو عبد صالح لأن القرآن لم يذكر لنا رسالة له والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدثنا عن نبوته أو أنه أرسل إلى قوم معينين فبقي هذا السؤال مثال اختلاف بين الباحثين والمفسرين الحقيقة أنا وجدت أشياء في القرآن تؤكد أنه عبد صالح آتاه الله علما لدنيا ولا يمكن أن يكون نبيا بحال من الأحوال السبب الأول انظر أخي الحبيب طبعا قبل أن نسرد الأسباب سيدنا الخضر عليه السلام آتاه الله علم عالي جدا فوق مستوى البشر لدرجة أن سيدنا موسى على الرغم من أنه كليم الله على الرغم من أن سيدنا موسى آت أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه التوراة وعلمه علوم كثيرة جدا إلا أن هذا العلم اللدني سيدنا موسى احتار فيه لم يستطع أن يستوعب أو يحط خبرا بهذا العلم فكان يستنكر دائما أي عمل يقوم به الخضر يستنكره وبالأخير فارقه لم يتحمل قوة هذا العلم علم يحتاج إلى أن تخرج خارج دائرة العقل البشري الأنبياء أيها الأحبة هذا هو السبب الأول الأنبياء يبعثون ليتبعون يعني نبينا محمد ماذا قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن النبي أمرنا باتباعه أن نتبعه بكل ما جاء به طيب في قصة الخضر عندما جاء سيدنا موسى وطلب من الخضر أن يتبعه قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة ماذا قال له قال إنك لن تستطيع معي صبر إذن أنا لم أرسل لكي يتبعني البشر إذن هذا أول دليل يؤكد أنه ليس بنبي لأن من شروط الرسالة الاتباع وإلا لماذا يرسل الله النبي لكي يتبعه الناس هذا هو الهدف الأساسي إذن بما أن الخضر قال لموسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر إذن هذا يدل على أن العلم الذي لدى موسى أقل بكثير من علم سيدنا الخضر يحتاج أن يحيط به خبرة سيدنا موسى لم يعلم كل العلم يعني مثلا سيدنا موسى لا يعلم الغيب وكذلك الأنبياء إلا ما فتح الله عليهم فإذن هذا هو السبب الأول الذي يجعل الخضر ليس نبيا لأنه لا يتحمل أحد أن يتبعه السبب الثاني النبي يرسل ليصبر على قومه الله قال لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله وقال في حق الأنبياء في سور كثيرة مثلا إنا وجدناه صابرا كل من الصابرين إلى آخره يعني الأنبياء تميزوا بالصبر سيدنا نوح صبر تسعمائة وخمسين سنة على قومه وعلى سخريتهم وأذاهم واستهزائهم وتكذيبهم النبي عليه الصلاة والسلام صبر كثيرا طيب سيدنا الخضر يريد من الناس أن تصبر عليه العكس يعني يعني عندما قال سيدنا موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ماذا قال له قال إنك لن تستطيع معي صبرا إذن النبي مهمته أن يصبر على الناس الخضر مهمة من يتبعه أن يصبر عليه لاحظ العكس وبالتالي هو ليس بنبيه حسب هذه القاعدة الشيء الثالث أيها الأحبة سيدنا الخضر لا يصلح أن يكون قدوة للناس لماذا عندما قتل الغلام وخرق السفينة هل يجوز أن نتخذه قدوة فنقتل ونخرق ونخرق لا يجوز وبالتالي نبينا كان أسوى لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مثال نقتدي به بينما الخضر لا تستطيع أن تقتدي به كيف تقتدي وتركب في تذهب في مركبة في سيارة في طائرة فتخرقها مثلا لا تستطيع إذن هو علم فوق طاقة البشر هذا سبب ثالث يجعلنا نؤكد أن الخضر ليس نبيا لأن النبي من شروط النبوة أن يكون قدوة في سلوكه كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل ما فعله النبي نحن نقلده في كل أفعاله وكل أقواله وبالتالي الخضر لا يمكن أن نقلده الشيء الرابع أيها الأحبة سيدنا الخضر كان علمه مبنيا على علم الغيب يعني كيف علم أن هذا الغلام كافر وكيف علم أن أبواه صالحين وكيف علم أن الله سيبدلهما خيرا من هذا الغلام وكيف علم أنه يجب أن يقتله وكيف وكيف هذا علم غيب طب كيف علم أن السفينة ستغتصب من قبل ملك موجود في أقاص الأرض ربما هذا علم غيب كيف علم أن هذا الجدار تحته كنز وكيف علم أن هذا الكنز هو لي غلامين صالحين أبوهما صالحا كان أبوهما صالحا وكيف علم صلاح الأب وكيف علم أنهما سيكبران لن يموتا قبل أن يحصل على الكنز فأقام الجدار وكيف علم أنهما سيستخرجان هذا الكنز فإذن العلم اللدني مبني أساسا على علم الغيب وبالتالي هو علم نحن يمكن أن نفهمه نستوعبه ولكن لا تستطيع أن تطبقه إلا ما يأذن الله به لأن الغيب لا يستطيع أحد أن يعلم الغيب لأن الله اختص نفسه بعلم الغيب قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إذن علم الغيب هو علم إله خاص بالله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله عندما يرتضي إنسان رسول أو عبد صالح كالخضر مثلا يعطيه علم الغيب لحكمة هو يعلمها ليقوم بمهمة ليؤدي غرض معين ليس عبثا أيها الأحبة وبالتالي هذا الأمر هذه الأسباب تجعل من سيدنا الخضر عبدا صالحا أراد الله أن يعطي درسا لموسى عندما ادعى أنه أعلم أهل الأرض فعلمه الله أنه وفوق كل ذي علم عليم بل لم يستطع أن يتحمل قوة هذا العلم فتخيل أخي الحبيب لو أن الله أكرمك بشيء من العلم الذي كشف عنك حجب الغيب طبعا هذا الأمر لا يتم إلا إذا تقربت كثيرا من الله وأصبحت حياتك كلها لله عز وجل أصبحت تنام وتصحو سيدنا موسى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد كانت حياته لله وكان دائما تفكيره مع الله لذلك الله أعطاه العلم اللدني وإلا كيف نفسر أحاديث الإعجاز الغيب التي حدثنا النبي عنها أن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار كيف علم أن الإسلام سينتشر في كل مكان هذا السؤال هذا علم لدني كشف الله له الغيب فرأه كيف علم أن الزنا سيكثر الكذب سيكثر معلامات الساعة ويكثر الكذب ويكثر الزنا وحتى أولاد الزنا يكثرون حتى الشذوذ الجنسي ما يسمى زواج المثليين اليوم تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام قال من أمرات الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء يعني رجل يعيش مع رجل هكذا يستغني عن النساء وتكتفي امرأة بامرأة زواج مثليات وهذا نراه في دول الغرب وفي الدول الغير الإسلامية منتشر بكثرة للأسف يعني تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الزلازل كثرة الحروب كثرة القتل طيب من أنبأه عليه الصلاة والسلام إذن الله كشف له شيئا من الغيب لينبهنا ويحذرنا لهدف ومصلحة ليس عبثا أيها الأحبة ليقول لنا إذا رأيتم هذه الأشياء تحدث فاعلموا أن الساعة قريبة واعلموا أن يوم القيامة قريب هذه كلها أمرات الساعة إذن يجب أن تستعد للساعة ترجع إلى الله تعود للحق يعني تتذكر لقاء الله وتستعد للموت لذلك أيها الأحبة بالنسبة للعلم اللدني عندما يعطيه الله سبحانه وتعالى لإنسان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي العلم اللدني ولكن هناك أشياء نحن لا نستطيع أن نتبعه يعني على سبيل المثال هو كان يرى من وراء ظهره كيف نحن لا نستطيع النبي كان يرى بعض المعارك مثل غزوة مؤتة عندما رأى الراية تسلم الرجل إلى رجل حتى فتح الله على سيدنا خالد بن وليد طيب كيف علم مثلا أن مثلا حكم كسرة أن ابنه قتله وأن الله مزق حكمه كما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف علم إذن الله كشف عنه شيئا من علم الغيب لحكمة الله يعلمها ليس عبثا يعني لا يأتي شخص يدعي والله أنا أعلم الغيب أنا فعلت كذا لأنني أعلم الغيب وفعلت كذا لا هذا خاص بالأنبياء وبعباد الله الصالحين ونحن طبعا لا نستطيع أن نعرفهم لذلك هذه الكرامات أنا شخصيا أؤمن بها ولكن هذه الكرامة التي تظهر على يد إنسان عبد صالح من عباد الله خاصة به أنا لا أستطيع أن أتبعه فأتنبأ بالغيب مثلا لذلك هذا علم خاص علم الخواص وسيدنا الخضر في نهاية القصص قال وما فعلته عن أمري إذن هو مبرمج موجه من الله سبحانه وتعالى ومثل هذا العلم لا تستطيع أن تتعلمه ولا تستطيع أن تعلمه وهذا أيضا سبب آخر يؤكد أن الخضر ليس نبيا لأن الأنبياء مهمتهم أن ينقلوا العلم للناس طيب علم الغيب كيف تنقله للناس لا يمكن لأنه هذا عطاء إلهي لأن الله يقول وعلمناه من لدنا علما علم مباشر من الله لا يقرأ بكتاب ولا يأتي بالخبرة علم يقذفه الله في قلبك فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إذن هذا العلم لا يمكن تعلمه وبالتالي الخضر لا يستطيع أن ينقل هذا العلم للآخرين لأنه لأن النبي نقل لنا علم القرآن وعلم السنة لأن العلم الذي نقله النبي قابل للنقل عبر الأجيال فيه الصلاة والزكاة والصيام والصدقات والعبادات والعفو وفيه أشياء كثيرة تستطيع أن تنقلها ولكن علم الغيب كيف يمكنك أن تنقله كيف تستطيع أن تعلم مستقبل هذا الغلام مثلا أو هذا الشخص وماذا سيحدث له وكيف سيكون ستكون نهايته وكيف سيموت وكيف وكيف إذن سيدنا الخضر يعني خلاصة هذا اللقاء أيها الأحبة الخضر عليه السلام هو عبد صالح من عباد الله أعطاه الله علما لدنيا يقوم هذا العلم على علم الغيب أساسا لأن كل الأحداث التي حدثت مع الخضر تعتمد يعتمد تفسيرها على معرفة الغيب سيدنا موسى لماذا لم يصبر لأنه لم يكن يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب لعلم أن هذا الطفل كافر أن هذا الغلام كافر الذي قتله لعلم أن أبواه كان صالحين لعلم أن الله كما قال يعني الخضر أن الله أراد أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أن هناك مولود جديد سيولد لهذين الأبوين الصالحين يكونوا صالحا بدلا من هذا الذي سيكون كافرا طاغيا يطغي أبوي وبالتالي رحمة من ربك بهذه الأسرة أنه خلصهم من هذا الكفر الذي سيأتيهم على على يد هذا الطفل أو هذا الغلام لاحظ يعني علم لا تستطيع أن تتعلمه قائم على الغيب السفينة مثلا تفسير لماذا خرق السفينة يحتاج إلى علم غيب يجب أن تذهب بعقلك بروحك إلى مكان وجود هذا الملك لتلف الأرض كامل البحار وتعلم مسار هذه السفينة وتعلم أنها ستمر بالقرب من هذا الملك وهذا الملك سيغتصب هذه السفينة لأنها جديدة السفينة التي بها عيب لا يأخذها فتقصد الخضر أن يحدث عيبا في هذه السفينة فخرقها نزع لوحا من ألواحها فهكذا أصبح لديك عيب وبالتالي حافظت على السفينة من شر هذا الملك طيب هذا الأمر لا يمكن لإنسان أن يتنبأ به أو يعلمه إلا بأمر من الله وما فعلته عن أمري أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من العلم اللذني جميعا إن شاء الله ما يصلح به حالنا وما يرحمنا به ويغفر لنا ذنوبنا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر